المهم ان رضح جازي وزير التعليم طلع اعترب بالمشكلة واعترب بفشله وقرر العودة في الامتحانات للنسخة الورقية فشلت وزارة التعليم بتاعة رضح جازي انا بس السؤال اللي عايز اسأله الجدع اللي كان حرامي الساعات اللي كان قبل كده اللي هو عمل حكاية الامتحانات الالكترونية دي حد حزبه؟ حدش حزبه؟ دفع مليارات لشركة تكنولوجيا تعمل القصة دي حد قاله تعالى يا ابني انت موسط الدنيا انت مسؤول عن كل مليم انت استهترت بأعمال المصريين محدش حزبه اسموه هو علي؟ اسموه الوزير اللي كان قابلي ده؟ اللي كان شكله دجال ده؟ طارق شوقي قاعد سنين ودخل المصريين في القصة وقاعد يحارب جروبات الامهات يقولك جروب المميز طب انت بقى طارق صرفت المليارات دي على منصاته بتاع حد حزبك على مليم تصرف؟ حد يعرف المصريين صرفنا قد ايه عن منصات دي؟ هو ده هو ده حد حاسب الراجل ده وقاله تعالى بقى صرفت كم؟ لحد النهاردة المنصات بتقع لحد النهاردة منصات الامتحانة بتقع محاجح حزبه مش بس بره ده كمان جوه بعد ما تصرب برضه امتحان اللغة العربية للصفين الاول والتانية سنوي والداول تم تداول امتحان اللغة العربية للصفين دول على صفحات الغش عادي زي كل سنة زي كل سنة فيش جديد مش بس كده المدرسة بتجبر الطلاب على انهم اهو تداول امتحان اللغة العربية دفعين مصر للصفين الاول والسنة والسنوية على عدد صفحات الغش فين بقى شاومينج ده ولا اسموه فين بقى قابضوا على ست زمان وراجل وقالك قابضنا عليهم وطارق شاوي قالك مفيش غش تاني بعد كده اهو امتحانين اللغة العربية للصفين الاول والتاني السنوي اتداولوا على صفحات الغش اجليك بقى ان المدرسة او المدارس بتجبر الطلاب انهم يجيبوا معاهم ورق فاضي ورق ابيض فاضي عشان يجاوبوا على الانتحادات زي اللي حصل في اسكندرية ادي مدرسة الدكتور يوسف ادريس المسائية ان شاء الله يوم السبت تبدأ امتحانات الصف الثالث على التلاميذ التواجد التواجد برضو مدرسة كاتبة التواجد في المدرسة في تمام الساعة السامنة والنصف وتبدأ اللاجنة الساعة التاسعة وعلى كل تلميذ احضار ورقتين فلوسكاب محجوز مجوز يوميا حتى يجيب فيهم الامتحانات بالتوفيق ايه اللغة دي دي مدرسة دي مدرسة ابتدائية بيكتبوا اللغة كده دي اللغة دي دي لغة مدرسة علي انت علي دي لغة مدرسة دي صياغة مدرسة بص اول حاجة التواجد غلط تواجد غلط ان شاء الله يوم السابت تبدأ امتحانات الصف السادس على التلاميذ التواجد غلط هي الوجود انهم يبقوا عجودين التواجد يعني يبقى عندهم وجد وتبدأ اللاجنة الساعة التاسعة وعلى كل تلميذ احضروا ورقتين فلوسكاب مجوز يوميا ايوة اللي جاي بقى حتى يجيب فيهم الامتحانات يعني يروح يجيب الامتحانات فيهم يعني يروح يجيب فيهم الامتحانات بالتوفيق لجميع اولادنا طاع حسين استقال من رئاسة تحرير احد الجرايد عشان اللغة عبد الناصر عين اربع رؤساء تحرير تقريبا ان اخبار اليوم تقريبا منهم طاع حسين وكان موسى صبري مكلف لانه طاع حسين يعني متعين كده يعني بس الراجل عايز يعني حد يقوله اللي بيحصل ايه يعني فموسى صبري كان مكلف بان يقول طاع حسين كل يوم بالليل الساعة تسعة جورنال بكرة هينزل في ايه وطاع حسين يصلح يعدل سوريا فطاع حسين قال له المنشط ايه يا موسى فقال له اسم المنشط اللي هينزل بكرة فطاع حسين قال له لا شيلوا كلمة ازمة مش عارف ايه في ازمة كده وحطوا مكانها مش عارف كلمة تانية فموسى صبري قال له بس الكلمة التانية دي محتاجة تتشكل قال له شكلها قال له ما هالمطبع عندنا مش هتعرف تشكل والقارئ لما هيقرأ الكلمة دي ممكن يفهمها غلط يعني تتفهم بمعنى تاني قال له اتصرفوا كلمة ازمة دي كلمة مش حلوة طاع حسين نزل الجورنال تاني يوم طاع حسين قدم استقالته لانه هم ما نزلوش اللي قال له طاع حسين موسى صبري بيقول عدت اشرح للدكتور طاع حسين ان هناك فرق بين لغة الصحافة ولغة الكتابة بشكل عام لغة الصحافة مبسطة ما تعتمدش عالتشكيل لكن الدكتور طاع حسين بيتكلم لغة ادبية هنا بقى يعني على التولى بالتواجد ويجيب ورقتين يجيب فيهم الامتحان يجيب الامتحان تخيل مدرسة كتبة للغة صحافة ولا لغة يعني مش لغة اعلام ولا لغة ادب ولغة مدرسة اشتركوا في القناة